إلى ذلك أدنت جامعة دولة العربية استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وذلك في ختام أعمال دورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندبين الدائمين بشأن فلسطين وبحث المجلس خلال أعمال هذه الدورة التي تعقد بناء على طلب فلسطين وتأييد الدول العربية الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والخطوات السياسية والقانونية والديبلوماسية والاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أو يدعمها في إطار الجامعة العربية هذا الوضع الكارثي بكل معانيه وأبعاده يملي وبصورة عاجلة وملحة على الضمير الإنساني والمجتمع الدولي بقيمه وقوانينه ونظمه وجوب التحرك الفوري والفعال لوقف حرب الإبادة والإفناء وحفظ الحياة بوقف الحرب وتوفير أسباب العيش بمختلف أشكال الإغاثة الإنسانية وهم المساران الواجبان تلازماً ويحظيان بأولوية تفوق كل الأولويات وعلى الفور